شاركني النقاش في هذا الموضوع النائب عن الجالية عبدالقادر حدوش مساء الخير مساء الخير بداية غدا لأحد التصويت على الدستور الجديد أكثر ما أثار الجدل في هذا الدستور والمدى 51 خاصة من ناحية المناصب الحساسة والمناصب السيادية كيف ترون اليوم بعد هذا الجدل الكبير غدا سيكون التصويت هل تم تلبية بعض مطالب الجالية أم أن الأمور لازالت على حالها شكرا لك باش نكون موضوعين ومنصفين كانت المادة 24 مكرر أول مرة في تاريخ الدستور تم مأسست أو دسترة المجموعة الوطنية في الخارج كجزء لا يتجزى من المجموعة الوطنية وإن الدولة تصهر بكل ما لها من وسائل وإمكانيات من أجل حماية المصالح المادية والمعنوية تحتها الجالية وتفسح في نفس الوقت المجال أو الفرصة لكل أبناء المجموعة الوطنية أينما كانوا وحيثما تواجدوا تمكنهم من البناء والمساهمة في التشهيد الوطني هذا شيء إيجابي الشيء الثاني هو ربما كان نوع من التناقض ونوع من التضارب بين هذه المادة المكار 24 والمادة 51 التي أثرت جدلاً وأعتقد أن الجدل كان جدلاً عقيماً لأنه إذا تكلمت عن المزدوجة الجنسية فأعتقد هذه قوة للبلد هذه إضافة للمجموعة الوطنية هذا ما يمكن مستقبلاً على البلد أن يراهن على أبناه فأينما تواجدوا وحيثما كانوا في التأثير وكذلك في الاستفادة من مهاراتهم ومن تجاربهم ومن خبراتهم الآن سياسياً إذا لم يكن لديك مواطنين بالأخص في الدول القوية وهي دول مؤسسات وديمقراطيات عريقة فأنت ملكش تأثير في المشهد السياسي ولا في القرار السياسي أعطيك مثلاً الآن في الدولة الفرنسية شفنا صعود بعض الوزراء من الأصول المغربية وكلما تمركزوا هؤلاء كلما استطاعوا من خلال لوبياتة وجماعة مؤثرة التأثير في القرار السياسي في البلد المضيف بشكل أو بآخر سيخدم ويتكون على دلالات أو تأثيرات على مصالح البلد الأمة أنا لا أعتقد أنه وزير من أصل دولة ما سيكون يعني يدافع ضد مصالح بلده الأصلي هذا من ناحية من ناحية ثانية هو لاجب يعني الوطنية لا أحد يمكن يحتكر يعني شعار الوطنية أو شعار المواطنة أو شعار يعني التعلق بالوطن والدفاع عن مصالح الوطن سواء كانت مصالح عادية أو حيوية السامية ثم يجب لا أن تكون الشعارات وطنية والممارسات النفعية انتهازية ووصولية كل شيء إلا وطنية هذا مرفوض سياسيا وأخلاقيا وأدبيا لكن قسمها المقاطعة الآن عفوة الآن بعد تصريحات سيد الوزير الأول عبد المالك سلال أعتقد أنه فيه يعني اتجاه وإرادة نحو التهديئة والما يتعلق الأمر بالتعيين في المصالح في المراكز السيادية وفي المؤسسات الاستراتيجية أعتقد أنها الأمر لا يقتضي أن تعمل هذه المأسسة وهذه الدسترة لأنه الأمر واضح وصريح ودقيق لما يتعلق الأمر برئاسة الدولة والمؤسسات ثم التعيين في هذه المناصب الحساسة هي من الصلاحيات الحصرية سيد الرئيس سلال قال أمس سي كادر سي عبد القادر قال أمس سلال بأنه المناصب الأمنية فقط والمناصب المالية الحساسة هي من ستطبق عليها هذه المادة طيب لا ترى بأنه بعد كلام الوزير الأول المادة أخذت أو الكلام أخذ أكثر من يستاهل يعني أكثر من حقه وأخذ فيه مزايدات واستغلال سياسي لبعض الأطراف هذا الذي لم نكن نريده لم نكن نريد أن نعطي الفرصة لكل من يريد أن يستثمر في الأمور السياسوية والأمور الهامشية كما أنه منذ فترات سنين نحن نقول لنا صراع نخب صراع بين جيل نوفمبر وجيل ما بعد نوفمبر وصراع نخبوي بين المعربين والمفرنسين والأمازيغيين ثم بين الجزائريين جزائري الداخل وجزائري الخارج أعتقد كل هذه نقاشات عقيمة المجتمع والأمة ليست بحاجة إليها ما أعتقد لو مشينا نحو نحو الشارع وحاولنا أن نستقرأ وأن نفهم وأن نحاسس ما هي أن نصبر أراه حول ما هي خمس أو عشر أو خمسة أو عشر إنشغال سيقول لك دون شك ما يشغلهم هو العمل هو الأمن هو الحياة الكريمة هو الرداء هو الجهالة هو الشكارة وبشكارة هو العنف الذي أصبح أن يستفحل في المدرسة وفي المجتمع كل هذه الظواهر هي التي يجب أن تكون أولويات المجتمع الجزائري المجموعة الوطنية بكلها أن تستقرأ بإمكانيتها من أجل أن تبني جزائر الغد جزائر المستقبل جزائر السلم جزائر ديمقاطية ماذا يقول شارع الجالية الجزائرية حول هذا الدستور شارع الشارع من أعماق وضع الجالية يتحسن كلما تحسن وضع بلدها لأن الجالية وحتى في الجالية تقدر تقول تشراحها إلى مجموعات ما هو سيبا أموجين ما هو من سجمة شريحة كبيرة في المجموعة الوطنية في الخارج سواء في فرنسا أو في أوروبا أو في الجالية في العالم بشكل عام هي تتعلق بوطنها ولا أحد يمكن أن يزير على الأخر في حق الوطن وفي الوفاء على الوطن والدفاع عن مصالح الأمة والوطن أليس من الغريب أن لا تسمع صوت للجالية إلا بعد الحديث عن المناصب لا لأنه كان هذا ربما الكثير من الأبناء للجالية رأوا في هذا نوع من الاستفزاز وأنا أذكرك أنه أنا لما أتكلم عن المادة 51 ما لازمش ننفي ما هو الأمور الإيجابية اللي جاء في هذا الدستور أنا جبو يعني غذونيك سور تاعت مدير ديوان سيد أحمد ويحيا كي يفيد أنك الإكسبوزي ماجيسترال يعني جتين لفلسيتي بشكل اللي يتقدم في الفداية كان يعني سوء فهم كان أنك تصريحات سيد عبد الملك سيدا الوزين الأول اللي هو رجل يحفظ بثقة كذلك ثقة سيد الرئيس أعتقد أنها تسعى في إطار التهديئة والعقل وكذلك يعني هي إشارات قوية نحو المجموعة الوطنية في الخارج وهذا ما كنا نسمو إليه وهذا ما كنا نريده لأن الأمر لا يتعلق بقانون أو بقانون عضوي إن ما يتعلق بأب القوانين بالدستور اللي هو القانون المرجعي للأمة كلها ويجب أن يكون توافقيا ويجب أن يكون استشرافيا ويجب أن يأخذ في الحسبان كل الأبعاد والتحولات التي تحولات التي يفرضها يعني النظام العالمي والنظام النظام الشوملة يعني لابد أن نحتر بها ثم يجب أن نشترك جميعا وأن نعمل جميعا وأن نلتزم جميعا كأبناء لهذه المجموعة الوطنية من أجل من أجل ترقية الممارسة السياسية وكذلك الممارسة المؤسسية من أجل بناء جزائة التسعى لكل زائريين لأنه أنا أتكلم دائما منطلق أن هذا البلد له من الإمكانات البشرية والمادية ما يؤهله لأن يكون قوة رائدة ودولة يعني ناشئة ولا يمكن أن يتأتى هذا إلا بمشاركة جميع الوطنيين من من هذه الأمة في الداخل وفي الخارج ولا يمكن أبدا أن تتعارض مصالح المجموعة والوطنية في الخارج ومصالح البادة الحيوية ولا يمكن للدولة خاصة أن نحن في القرر الحالي يعني في الامتداد الحيوي والستراتيجي لهذه الأمة ويجب توظيفها توظيفا إيجابيا حتى يتسنى للكل أن يساهم بالقدر الذي يستطيعه في البناء الوطني شكرا لحضرك معنا في هذه 90 دقيقة أخبار شكرا